أسدل الستار اليوم عن المؤتمر الدولي التاسع لمعامل التأثير العربي إذ شهد المؤتمر مشاركة 45 متحدث رئيسي وأكثر من 775 مشاركا من 26 بلدا حول العالم تضمن المؤتمر أكثر عن 24 جلسة وعدد من ورش العمل والحلقات النقاشية مقدمة من أبرز الباحثين والأكاديميين ورؤساء الجماعات في الوطن العربي يناقش المؤتمر أهم تحديات الذكاء الاصطناعي وأثر على البحث العلمي والنشر وأيضا أثر هذا على دعم الاقتصاديات الوطنية ويعد المؤتمر منصة تجمع الباحثين والأكاديميين والمهتمين من الدول العربية وخارجها لمناقشة ومشاركة أحدث الابتكارات والأبحاث في مجال البحث العلمي العربي وحظي المشاركون بالفرصة لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال النشر العلمي باللغة العربية أتكلم على النشر العلمي وأتكلم على الذكاء الاصطناعي وأربط ما بين الاثنين ودوة يعني أدرت أن أكون أنا أدرت أوصل الرسالة للحاضرين جميعا لأن العنوان شايفين كلا بيتكلم عن النشر العلمي والذكاء الاصطناعي فلابد أن أنا كان أتناول الاثنين مع بعض وأدمجهم مع بعض هذا المؤتمر يستطيع أن نخرج من خلاله أن اللغة العربية لغة مهمة وأيضا يتعلمها الكثير حتى من غير العرب في العالم لأهمية الثقافة العربية في حياة الأمم وأيضا كان فرصة طيبة أن نطلع عن أبرز منجزات الذكاء الاصطناعي وتأثيره على اللغات التصنيفات الدولية واللغة العربية والمساهمة في توفير حلول لجعل النشر باللغة العربية متاحا ومصنفا عالميا وفقا للمعايير العالمية والتعامل مع المخاطر التي تواجه القطاعين العام والخاص من خلال البحوث العلمية المتخصصة وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى المحلي والدولي